نمرة عشرة الفادي طبعا الفادي في العهدين العهد القديم والعهد الجديد أنا ممكن بسرعة بقول والآن هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب وجابلك يا إسرائيل لا تخف لأني فديتك هنا الرب بيتكلم دعوتك باسمك أنت لي لم تشتري لي بفضة قصبا وبشحم ذبائحك لم تروني لكن استخدمتني بخطاياك وأتعبتني بأثامك يعني على العكس الناس كانت تتعب الله بالخطايا رغم أنه هو الفادي بعدين في العهد القديم في هوشع 13 من يد الهاوية أفديهم من الموت أخلصهم أين أوباؤك يا موت أين شوكتك يا هاوية هذه الكلمات قيلت في العهد القديم في العهد الجديد وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريت بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة مرة تانية هذه رؤية خمسة تسعة في كورونتوس الأولى الصحاح الأول مكتوب ومنه أنتم بالمسيح يسوع يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء ترجمة نانسي قنقر